الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للأسف الشديد بعض الرقاط حتى ولو كانوا شرعيين تجدهم ينصحون المريض إذا شك في وجود شيطان في البيت أو يسكن في البيت بأن يستعمل حرز أبو دجانة أو حصن أبو دجانة دجانة للأسف الشديد لا ينصحونه بما جاء بسنة المطهرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أو بما جاء عن التابعين فينصحونه بحرز أبي دجانة أو بحصن أبي دجانة هذا الحرز قد يأمرونه بقراءته أو يأمرونه بكتابته في ورقة ثم محيه في ماء ثم يأمرونه برش وبخ ذلك الماء على زوايا البيت أو في البيت بحجة أن هذا الحرز أو هذا الحصن أبي دجانة بأنه يطرد الشيطان من البيت المسكون أو يحرق هذا الشيطان وهذا لا أصل له ولا فصل له وهو في الحقيقة لا يجوز لا يجوز تعليقه لأنه أصلا مفتر عن أبي دجانة لماذا؟ لأن هذا الحديث في حد ذاته حديث موضوع مكذوب كما قال علماء الحديث والحصن هو بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد الرسول رب العالمين إلى من طرق الدار من العمار والزوار والصالحين إلا طارق يطرق بخير يا رحمن أما بعد فإننا أو فإن لنا ولكم في الحق سعة فإن تكوا عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو داعيا حقا مبطلا هذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق إلى آخر ما كذبوا على أبي دجانة وما كتبوا على أبي دجانة كذبا وافتراء فهذا الحصن علماء الحديث تكلموا عنه بأنه حديث أصلا موضوع هذا الحرز موضوع مكذوب قال البيهقي رحمة الله عليه في كتابه دلائل النبوة المجلد السابع صفحة 18 ومئة وصفحة 20 ومئة وقد روي في حرز أبي دجانة حديث طويل وهو موضوع لا تحل روايته فهو موضوع كما قال الإمام البيهقي وقال السيوط رحمه الله هذا حديث موضوع وإسناده مقطوع قال هذا الكلام في كتابه الللاء المصنوعة في الأحاديث الموضوع وقال الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء المجلد الأول صفحة 45 ومئتين حرز أبي دجانة شيء لم يصح ما أدري من وضعه وأيضا قال ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الموضوعات المجلد الثالث صفحة 68 ومئة هذا حديث موضوع بلا شك وإسناده مقطوع هذا حديث موضوع بلا شك وإسناده مقطوع فهؤلاء المحدثين الأجلاء العلماء علماء الحديث بيّنوا بأن هذا الحديث موضوع وهذا الحرز أو هذا الحسن الذي ينتسب إلى أبي دجانة موضوع مكذوب فلا يجوز ولا يحل تعليقه كتميمة أو استعماله بحجة ما جرب نفع للأسف الشديد الكثير من الرقات ينصحون المرضى باستعمال هذا الحرز كتميمة معلقة أو كتابته في ورقة ثم محيه ثم مرشه في زوايا البيت من أجل طرد الشياطين أو حرق الشياطين وهذا لا أصل له ولكن الأصل في التعامل مع الشياطين الموجودون في البيت هو السنة المطهرة وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لكن قد ذكرنا لكم كم من مرة في السنة الصحيحة في التعامل مع الشياطين الذين يسكنون البيت وجئنا لكم بأدلة شرعية من بينها ذاك الدليل الدليل الأول قراءة سورة البقرة حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة هذا الحديث أخرجه مسلم وأيضا عن أبي هرير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة هذا دليل ودليل آخر ذكرناه أيضا كثيرا وهو قراءة أواخر سورة البقرة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا تقرآن في دار ثلاثة ليال فيقربها شيطان الحديث صحيح وقد ذكرنا لكم هذا الحديث كم من مرة فقراءة سورة البقرة وقراءة أواخر سورة البقرة وقراءة آية الكرسي كما قال ذلك الشيطان لأبي هريرة لما مسك به في بيت مال المسلمين وجده يسرق علمه آية الكرسي هي التي تجعله هذه الآية آية الكرسي تجعل بين الجن والإنسحائل أو حجاب كما جاء في الحديث هذه هي السنة المطهرة ولا نترك السنة المطهرة التي علمنا إياها وأرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما جاء عن أهل الكذب الذين وضعوا هذا الحرز حرز أبي دجانة وغالب من يوصي به وينصح به هم السحرة معروف هذا الأمر عند السحرة أنهم ينصحون بهذا الحرز حرز أبي دجانة وأيضا من الأدلة الشرعية التي جاءت عن السنة المطهرة وجاءت عن التابعين وعن السحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الآذان أيضا الآذان يطرد الشيطان يطرد الشيطان من البيت أو حتى من المكان الذي تحس فيه بوحشة كما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه عن سهيد قال أرسلني أبي إلى بني حارثة قال ومعي غلام لنا أو صاحب لنا فناداه منادي من حائط بإسمه نداه منادي من حائط بإسمه قال وأشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أو لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة وله حصاص والحصاص دراط فالشيطان ينفر من الآذان ويسعى كما جاء في عدة أحاديث وقد ذكرناها ذكرناها مرارا وتكرارا هذا عن صحابي وأيضا كما أخرج الذهبي في السير عن ابن وهب وابن القاسم قال قال مالك استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم أو استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم وكان معذرا لا يزال يصاب فيه الناس من قبل الجن فلما وليهم شكوا إليه ذلك فأمرهم بالآذان أن يؤذنوا ويرفعوا أصواتهم ففعلوا فارتبع عنهم ذلك حتى اليوم قال مالك أعجبني ذلك من مشهورة زيد بن أسلم فالآذان يطرد ويسعق الشيطان وهذه هي السنة المطهرة في التعامل مع الشيطان وفي طرده من البيوت أو في طرده من أي مكان كان فإذا أحس الإنسان بوجود الشيطان أو شعر بوجوده أو في مكان ما استوحش فليؤذن فليقيم الآذان وينادي بالصلاة فإن الشيطان ينفر من الآذان بإذن الله سبحانه وتعالى وهذه هي النصيحة الشرعية وليس كما يقول بعض الرقات للأسف الشديد ينصحون الناس باستعمال حرز أبي دجانة أو حسن أبي دجانة في البيوت سواء كان تميمة ويأمرون بتعليقها أو يكتب في ورقة ثم يمحى ثم يرش به زوايا البيت وهذا الفعل لا أصل له بل الأصل فيه أنه لا يجوز لأنه جاء عن حديث مكذوب موضوع كما قال البيهقي وقال السيوطي وابن الجوزي وقال الإمام الذهبي في السير فالإنسان يجب عليه أن يتمسك في التعامل مع الجن والشياطين في هذا العالم الغيبي بما جاء عن السنة المطهرة وبما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهذه المسألة كما قلت لكم الإنسان يتعامل فيها بالسنة المطهرة ولا يتعامل فيها بالتجربة ويتعامل فيها بهذه الأمور المكذوبة والموضوعة وهذا ما أردت أن أبين وأنبه عليه المرضى والرقات لكي يكون على علم في هذا بإذن الله سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر